الناس اللي عندها مشاكل في الفرن وبطلت تعمل كيك بسبب المشاكل دي طبعا كل مشاكل الفرن بتزهر ساعة الكيك بالزيت ان الفرن مسلا لسعلك الكيك من برة او سواها بسرعة وحسيتي انها من جوه لسه معجنة الكيك عالية واول ما بتفتح الفرن بتلاقيها هبطت لانها طبعا من جوه لسه ما استويتش كل المشاكل دي هنتجنبها النهاردة وهنسوي الكيك على البخار فوق على البتجاز زي ما احنا شايفين كده في الحلة ومش هنحتاج للفرن نهائي طريقة سهلة قوي 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 ان شاء الله تعجبكم اه هنعمل مولتون كيك هي مش عجينة المولتون كيك ولكن هنحط حشوة شوكولاتة حلوة قوي كده لما تفتح الكيك هتلاقي شوكولاتة صيحة زي المولتون كيك بالزبط وممكن طبعا نعملها بكيكة الفانيليا عادي او شوكولاتة العادية من غير حشوة خليكم معايا وان شاء الله تعجبك مكونات الكيكة بتاعتي النهاردة بطين وهضيف عليهم كباية من السكر ومعلقة من الخل ومعلقة من الفانيليا بس هي تقريبا الكاميرا كانت زعلانة ما ساورتش الفانيليا هبدأ اضربهم بالمضرب او في الخلاط يعني انا هنا ضربت بالمضرب انت ينفع المكونات دي هتحطيها في الخلاط وتضربيها كويس هضرب البيض مع السكر كويس قوي لحد ما حس ان اللون بتاعي بدأ يفتح وممكن كمان بالمضرب اليدوي هتضربي حلوة قوي لحد ما السكر كده مع البيض يمتازك كويس ويديكي برضو اللون الفاتح ده بعد كده هنا عندي تلت كوباية من الزيت وبردو هضرب تاني لحد ما الزيت يمتازج مع البيض والسكر كل ما نضرب اكتر وعلى مراحل هتحس ان الكيك بتاعتك هشة وجميلة قوي وبعدين هنضيف كوباية من الحليب ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام ومعلقة صغيرة من النسكة فيه دي اختياري ولكن هي بتدي طعم حلوة قوي الكيكة الشوكولاتة. وابدأ اضرب تاني لحد ما الكاكاو عندي يدوب في الحليب. وبعدين هضيف كوبايتين من الدقيق المنخول ومعلقة كبيرة من ورشة صغيرة من الملح. وابدأ اضرب تاني بالمضرب او في الخلاط ولو في الخلاط برضو هتتضرب لان انا عايزة العجينة مش تقيلة. ولو حسيتي انها تقيلة هتزودي معلقتين تلاتة من الحليب او الميا انا عايز القوام ده. شايف انا ولا هي تقيلة ولا هي خفيفة. زي ما قلت لك لو حسيتي انك لسه عجينتك تقيلة ما وصلتيش كده. زودي لحد ما توصلي للقوام اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنا عندي كبايات عادية من بتاعة الشاي. اي مقاس او اي حاجة متوفرة عندك. وحلى كده كبيرة عظيمة هنرس فيها الكسات او الكبايات اسفة بالشكل ده. انا هنا الكبايات دهناها بالزيت ورشة من الدقيق. عاجي زي ما بنعمل في الصينية وعلى فكرة الطريقة دي برضو تنفع في الفرن. يعني ينفع انك ترسي الكسات دي من غير مية في الصينية وهتدخليها الفرن عادي وبردو هتستوي بسرعة وهتستوي بسهولة جدا ومش هيحصل لها اي حاجة. يعني متخفيش الكبايات مش هتتكسر في الفرن ولا اي حاجة ولكن رسيها في الصينية علشان تعرفي ترسيها كويس وتحركيها كويس في الفرن. بعدين هنبدأ بقى نملأ الكبايات بتاعتنا من العجينة بتاعتي. حاولي تحطي نص الكباية بس. لاني لسه هنحط حشوة الشوكولاتة وهوريكي هنغطيها ازاي. طبعا انت عارفة ان الكيك بتزيد. علشان كده هنحط بس نص الكباية. قوامها حلوة قوي وسهلة قوي وتعمها بجد فضيع. بنفس الطريقة لحد ما خلص كل الكمية وبعدين عندي هنا شوكولاتة خام. واي شوكولاتة بقى متوفرة عندك بس حاولي تحطي كمية كويسة. انا اللي هنا اللي عندي القطع اللي انا مقطعها سميكة فكويسة قوي. هبدأ اني احطها كده في الكباية وحاول اني موصلهاش للنهاية. يعني انا هغرز بس غرزة بسيطة علشان لما تستوي الكيك بتعلى الفوق. تحسي ان الشوكولاتة عندك في النص ما تحسيش انها تحت وفوق كل فاضي. بعد كده هبدأ ااخد بقى من العجين قطعة بسيطة كده وحاول اني اغطي الشوكولاتة بتاعتي. طبعا ممكن تعمليها زي ما قلنا من غير شوكولاتة تعملي كوبكيك عادي. ممكن تعمليها كيكة فانيليا او اي كيك انتي بتعمليها حتى لو بمقادير مختلفة هتطلع معاكي حلوة جدا. هنا بعد ما خلصت بقى حسيت ان المساحة عندي ممكن تكافي اني احط كمان مج هو العجينة دي عملتلي تقريبا سبعة. انا الحلا هنا شالت معايا ستة والسابع انا حطته في المايكرويف. آآ دقتين في المايكرويف بتبقى استويت وحلوة قوي بس كيكة المايكرويف لازم تستوي لازم تتاكل في وقتها لانها بتنشف بعد شوية يعني لو سبتيها شوية بتنشف. بعدين انا بعد ما حطيت مج شلت مج بقى علشان ايه? نبدأ ان احنا نحط الميا المغلية. هحط ميا مغلية توصل معايا النص الكوبية. ما تحاوليش تعليها اكتر من النص علشان لما تغلي ما تغرقش الدنيا ميا. وهنا غطى الحلة انا مغطيها عشان بردين. آآ هنا مغطيها كده بفوطة. علشان بخار الميا لما يطلع الفوطة تشربه. حاوليني يقل الكمية الميا اللي ممكن انها هترد تاني على الكيك. فهي كده انا قللت الكمية. اكيد في ميا هترد تاني بس كمية قليلة. وهحطها بقى على نار متوسطة. مش نار هادية. لأ نار متوسطة او اعلى من المتوسطة شوية. وهسيبها خمستاشر دقيقة تقريبا. شايفين بعد الخمستاشر دقيقة? حلوة قوي قوي. هجيب عود خلة كده وحاوليني اختبرها واختبرها من الجنب. لان النص طبعا عندي فيه آآ الشوكولاتة الصيحة. ولكن عندي هنا برضو الجنب حسيت ان هو لسه محتاج شوية. فهغطيها. وهسيبها كمان خمس دقايق. وهي دي بعد الخمس دقايق هختبرها تاني. زي ما قلت برضو من الجنب. لان النص كده كده هيطلع معاكي الشوكولاتة الصيحة. خلاص اهي. اعود الخلط له معي نضيف. يبقى كده عندي الكيك بتاعتي استود بعد عشرين دقيقة بالزبط. طبعا على حسب النار بتاعتك وعلى حسب حجم الكوباية. آآ هاطفي عليها واسيبها بقى لحد ما اقدر كده اني اطلعها. شكلها حلوة قوي. ممكن بقى تتقدم كده في الكوبايات مع بولات ايس كريم فوقها. تبقى فضيعة. ممكن ترش عليها سكر بودر. آآ ممكن من غير حاجة خالص. او ممكن تحطي اي سوس شكولاتة تاني. نوتلا فوقها. هي جواها شكولاتة بس يعني انت ممكن تزودوا يعني اكسترا سوس. علي بقى. هي طبعا انا بحب قوي ان هي تتقدم في الكوباية كده. ولكن خلينا نقلبها علشان اوريكي الشكل من جوه. حلوة قوي قوي مع الايس كريم. مع ايس كريم الفانيليا بجد حكاية. خلينا نفتح كده ونشوف الشوكولاتة. شايفين? فضيعة يا جماعة. حلوة قوي قوي. شوفوا بالرغم ان احنا برضو موصلناهش للاخر ولكن برضو تحسي ان الشوكولاتة وصلها لتحت. عشان كده بقولك ما تحاوليش توصليها لتحت قوي عشان مش هتلاقي اصلا شوكولاتة في النص. يا فين الشوكولاتة صايحة كده وجميلة قوي والكيكا بصراحة هشة وفضيعة. فضيعة فضيعة. وانصحكوا تجربوها بالايس كريم بصراحة. حلوة جدا جدا وهشة قوي. وبجد ودعا للفرن ودعا لمشاكله الناس اللي عندها مشاكل في الفرن ما تتعقديش. واتمنى تجربوها. وبالهنة والشفى. اشتركوا في القناة